الوزاري السوداني في اجتماعاته زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام ذلك وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية التي أشارت إلى أن القرار صدر بعد أن استكملت وزارة المالية كافة الإجراءات الفنية لتنفيذ ذلك فيما قال أيضا الاتحاد العام لنقابة عمال السودان أن القرار سلم تم تسليمه سلم لديوان شؤون الخدمة لإصدار منشور مفصل وشأن الزيادات وفقا للدرجة الوظيفية أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم بحسن ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية ذلك عن شهود عيان فناشطون بأن قوات الأمن نفخذت حملة اعتقالات في صفوف المحتجين وكانت قوات أمنية سودانية انتشرت مع آلية عسكرية مزودة بمدافع رشاشة وسط العاصمة وسط العاصمة الخرطوم تحسبا لمسيرة اليوم هذه المسيرة مسيرة احتجاجات في الخرطوم تتزامن مع مسيرات أخرى دعا إليها المنزلات على ذنب من البدن السودانية التي شهدت خلال الأسبوع الماضي أكبر حركة احتجاجات ضد الحكومة السودانية منذ ثلاثة عقود حيث لجأت قوات الأمن لتفريق المحتجين بالقوة مستخدمة الغاز المسيل للدموع في مناطق عدة قال نائبه رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قال أن المكتب القيادي برئاسة الرئيس البشير استمع إلى تقارير أمنية وسياسية وتنفيذية بشأن الأوضاع في البلاد أضح في مؤتمر صحفي أن الحزب مطمئن على الوضع في السودان كما دع الطلاب والشباب لعدم المشاركة في المسيرات المقررة اليوم معتبرا أنها دعوات تضر بالسودان دعا المكتب القيادي المزيد من الاهتمام بغضايا معيشة الناس وضبط الأسعار وبدء في الأسوار المفتوحة كما أكد عن الاهتمام بقضايا الشباب والأيان الجديد والصعادة خاصة في التشغيل والتوظيف وإدارة حوار معهم والاقترام منهم من همهم كما شدد نائبه رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان على أن التغيير يكون عبر انتخابات حرة ونزيها في 2020 أكد المكتب الغيادي على التزام بمقريات الحوار الوطني وأنه على الوسيقى الوطنية كوسيلة للتداول السلمي للسلطة وحددت كيف يحكم السودان وعليه كافة الرضايا الأساسية وأن التداول السلمي للسلطة متاح بانتخابات حرة ونزيها في 2020 ويثمنت الآليات والغوانين اللازمة لهذا التداول إن شاء الله لمزيد من التفاصيل في هذا الملف الملف الاحتجاجات في السودان ينضب إلينا الآن من الخرطوم مراسل الحدث سعد الدين حسن مساء الخير سعد الدين وأهلا بك في هذه النشرة لعل أبرز الأنباء الواردة اليوم من السودان موضوع موافقة الحكومة على زيادة الأجور للموظفين الحكوميين برأيكم هل سيتلقف الشارع السوداني اليوم هذه المبادرة الحكومية وستساهم في سحب التوتر نعم حسن هو طبعا هذا كان ما قد أعلن عنه الرئيس البشير بنفسه خلال مخاطبته للقاء للتأييد والمناصرة قام به الجسم الرسمي لاتحاد نقابات عمال السودان وكذلك روابط المرأة العاملة وعدد من الأجسام المهنية المؤيدة والمؤازرة للنظام حول زيادة السقف المرتبات تفاوتت من 500 جنيه إلى 2500 جنيه أيضا يعني الشارع السوداني يبدو من خلال الحراكة الذي ينطلق اليوم في إصرار واضح من خلال موكب الذي أطلق عليه 17 يناير في عدد من المدن السودانية الآن في منطقة السوق العربي تشهد حالات كر وفر بدأت التظاهرات بالفعل في المنطقة وفق ما كان هو معلن من تجمع المهنيين وقوى تحالفات معارضة تجمعت أعداد من المتظاهرين ووجهوا بالغاز المسيل للدموع كذلك تحدث ناشطون عن حملات اعتقالات واسعة في أوساط المحتجين ربما سبقت حتى انطلاق التظاهر في وقتها المحدد وربما هذا يعتبر خطوة احترازية أمنية علمنا أيضا أن هناك إفراغ للمنطقة المقررة أو الشوارع الرئيسة في منطقة السوق العربي المجاورة للقصر الجمهوري وفق ما أعلن تجمع المهنيين عن أن الموكب ينشد بصور إلى القصر الرئاسي تم إغلاق المحالة التجارية وكذلك العديد من المناطق تم كما نقل ناشطون اعتقال لعدد من الصحفين الذين كانوا يغطون هذه التظاهرات الآن المنطقة الوسطة تكاد تكون مفرغة ولكن تحول المتظاهرون إلى شوارع موازية وحالات كر وفر وأيضا حملت الأنباء عن امطلاق ذات التظاهرات كما أشرت أنت في الخبر هناك عدد من المدن التي أعلنت مسبقا 12 مدينة أنها ستخرج ما يؤكده شهود عيان أن سنار في جنوب السودان خرجت كذلك الأبيت في غربي السودان كذلك بورت سودان في شرقي السودان وعدد من المدن والمناطق الأخرى هنا حتى داخل ولاية الخرطوم العاصمة هناك حديث عن تظاهرات في منطقة بحري ومنطقة الديم وغيرها من المناطق ولكن كلها نقلا عن الناشطين الفيديوهات لم تصل أو النقل المباشر لم يكن كما هو معتاد في كل مرة ولكن ترد الأنباء عن خروج عدد من المدن وعدد من المواكب في الخرطوم وكذلك في بعض الولايات تأكيدا على الالتزام بهذا المواكب الذي كان قد حدد له من قبل تجمع المهنيين وكوى تحالفات معارضة تحت اسم موكب 17 يناير تفضل حسن هل أقدمت السلطات السودانية اليوم على خطوات وإجراءات استثنائية في الخرطوم لحماية القصر الرئاسي ومنع المتظاهرين من سد جميع الطرقات المؤدية على القصر هذا ما حدث بالضبط كما ذكرت لك وفي خطوة احتلازية واستباقية من أجهزة الأمن حاولت إفراق هذه المنطقة بحيث كل من يتواجد بمعنى أنه متظاهر يعني كل الكل التجار أغلقوا محالهم التجارية حتى بائعات الشاي كما أشار بعض شهود العيان تم إبلاغهم بالمغادرة وبالتالي الطرق المؤدية للقصر الرئاسي كلها مغلقة المتظاهرون الآن اختاروا شوارع موازية فقط للهتاف والتصفيق لا دليل يوحب أن هناك موكب يسير كما ذكرت لك لكل الطرق مغلقة وانتشار أمني كثيف إطلاق كثيف أيضا للغاز المسير للدموع وذلك نقل بعض شهود عيان أن ربما نعم أن الحملات الاعتقال أيضا وسط المتظاهرين وبالتالي منذ وقت تجمع المهنين وغيره من المحتجين عبر مواقعهم يشيرون إلى أن الهدف ليس الوصول إلى القصر الرئاسي بشكل جغرافي ولكن رمزية تواصل التظاهرات هي المقصودة بالمعنى جزيل شكرا لك سعد الدين حسن مراسل الحدث حدثتنا من الخرطوم سودانيا أيضا أعلن الناتق باسم الخارجية السودانية سفير أبو بكر الصديق استئناف الحوار بين الخرطوم وواشنطن مضحا أن جولة الحوار ستركز على قضية الإجار بالبشر وسبول معالجتها وكشف الصديق عن اجتماعات تمهيدية عقدت في الخرطوم الأيام الماضية بين وفودا أمريكية وسودانية ما هدت الاستئناف الحوار وبشأن الاحتجاجات قال الصديق أن هذه الاحتجاجات لن تؤثر على العلاقات الخارجية خاصة وأن العالم يتابع بدقة ما يحدث في السودان ويعلم حجم هذه الاحتجاجات الحقيقة على حد قوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر